بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لازلنا مع تلميذ الثانية متوسط فروض الفصل الثاني رأنا في العلوم الطبيعية فروض العلوم الطبيعية الفصل الثاني تلميذ الثانية متوسط ثماني الأول إليك الوثيقة التالية التي تظهر الجهاز الإعاشي لنباتين في وسطين مختلفين ألف وبا نبات اثنين با النبات ألف وحد ماذا نقصد بالجهاز الإعاشي حدد نوع الوسط الذي يعيش فيه كل نبات اشرح التحورات التي يبديها النبات واحد للتكيف مع الوسط ألف ثماني ثاني تظهر أشكال الوثيقة أسفله مجموعة من التحورات التي تبديها الأجهزة الإعاشية لنباتات مختلفة واحد اثنين ثلاث ما المقصد بالجهاز الإعاشي ماذا نعني بتحور تظهر على النباتات في الوثيقة تحورات اذكر التحورات في كل شكل من الأشكال حدد الهدف من كل تحور ذكرته ما هو الهدف الرئيسي من مجموعة التحورات التي تبديها الأجهزة الإعاشية ثماني لبعده أكمل فراغات الجدول الآتي تحورات المجموعة الجذاري تحورات المجموعة الخذاري أشكاله والهدف منه إذن ثلاث ثمارين نشوف الحل التاحة تحادث ثلاث ثمارين وبعد نواصله طيب الثماني الأول الجهاز الإعاشي هو مجموعة هو المجموع الخذاري المتكون من ساق أوراق وثمار وبرعم والمجموع الجذاري المتكون من جذر رئيسي جذور ثانوية نوع الوسط الذي يعيش فيه كل نبات النبات واحد يعيش في وسط الجاف النبات الثنين يعيش في وسط النراطب التحورات التي أبداها النبات واحد للتكيف مع الوسط الجاف هي تحورات على مستوى المجموع الجذاري توغل الجذور في التربة لامتصاص أكبر كمية من الماء التقليل من المجموع الخذاري للتقليل من عملية النتح تمنين ثاني الجهاز الإعاشي هو المجموع الخذاري المتكون من ساق وأوراق وثمار وبرعم والمجموع الجذاري المتكون من جذر رئيسي وجذور ثانوية التحور هو التغير في الشكل المورفولوجي أي الخارجي لنبات قصد التكيف مع الظروف الغير المنائمة التحورات التي تبديها النباتات والهدف منها واحد تحور المجموع الجذاري توغل الجذور لامتصاص أكبر كبية من الماء اثنين تحور الأوراق إلى أشواك للتقليل من عملية النتح السيقان اللحمية لتخزين المياه ثالثا تحور المجموع الجذاري تفرغ الجذور لامتصاص كمية أكبر من الماء الهدف الرئيسي للتحورات التي تبديها الأجهزة الإعاشية هو تكييف النباتات مع الظروف القاسية للوسط ثالث تحورات المجموع الجذاري تفرع المجموع الجذاري امتصاص كمية أكبر من الماء توغل المجموع الجذاري تحورات المجموع الخذاري تحور الساق إلى ساق اللحمية تحور الأوراق إلى أشواك تقليل مساحة الأوراق التقليل من عملية النتحة وتخزين الماء وتخزين الماء طيب شوفوا 80 آخر 80 آخر لاحظ 80 هذا تعيش الكائنات الحية في أوساط مختلفة حسب نمط تنفسها املأ الجدول الأتي السردين الدلفين دودة الأرض التمساح الأرنب النحل نمط التنفس عضو التنفس مقر المبادلات الغازية التنفسية قام طالبة كلية العلوم الطبيعية أثناء الحصة التطبيقية لمقياس علم التشريح بتشريح أجسام أجسام مجموعة من الحيوانات بغية دراسة أنمط التنفس عندها فكانت النتائج كما هي مدونة في الجدول نتائج التشريح وجود قصبة متصلة برئتين وجود تركيب لاستخلاص الهواء من الماء وجود جلد رفع تجمع لحوى صلاة رؤاوية مع وجود مسامات في الجد قريبة من الشعيرات الدموية ساعدهم في تحديد نمط تنفس كل حيوان من هذه الحيوانات مع ذكر مثال لكل نمط استنتج الوسط الذي يعيش فيه كل حيوان من هذه الحيوانات اشرح الهدف من وجود أكثر من نمط تنفس عند حيوان واحد ثمانين ثالث أجب عن الأسئلة الآتية تعتبر وظيفة التنفس أحد الوظائف المهمة عند الكائنات الحية اذكر أنمط التنفس عند الحيوانات حديد الهدف الأساسي من التنفس عند الكائنات الحية هل وسط عيش الحيوان هو دائما وسط تنفسه علل إجابتك اذا شفنا ثلاث ثمارين نشوف الحل التاح حل التاح ثماني الأول السردين نمط تنفس تعو غلصامي عضو التنفس الغلاصم مقار المبادلات الغازية الغلاصم الدلفين نمط تنفس رئوي عضو التنفس الرئتين مقار المبادلات التنفسية الأسناخ الرئاوية دولة الأرض نمط تنفس جلدي عضو التنفس سطح الجلد مقار المبادلات سطح الجلد التمساح نمط تنفس رئوي عضو التنفس الرئتين مقار المبادلات الأسناخ الرئاوية الأرنب نمط تنفس رئوي عضو التنفس الرئتين مقار المبادلات الأسناخ الرئاوية النحل نمط تنفس قصبي عضو التنفس القصابات الهوائية مقار المبادلات القصابات تمنين لبعده رقم واحد نعمة تنفس كل حيوان مع ذكر مثال واحد تنفس رئوي مثال القط مثل القط غلصمي مثل السردين جلدي مثل دودة الأرض جلدي رئوي مثل الضفدع ثانيا استنتج الوسائط الذي يعيش فيها كل حيوان واحد وسط بري اثنين وسط مائي ثلاثة وسط بري الهدف من وجود اكثر من نمى التنفس عند حيوان واحد وتمكينه من احتلال عدة اوساط احتلال عدة اوساط ثلاثة سباين ثلاثة ثالث انمال التنفس عند الحيوانات هي رئوي غلصمي جلدي قصبي جلدي رئوي الهدف الاساسي من التنفس عند الكائنات الحية هو تحرير الطاقة اللازمة للقيام بمختلف النشاطات لا وسط العيش ليس بالضرورة نفسه هو وسط التنفس لان هناك كائنات كائنات تعيش في وسط معين وتتنفس في وسط اخر مثل الدلفين يعيش في الماء ويتنفس خارج الماء من وسط الهواء طيب شوفوا تمانين اخر تمانين تسعة وستون ضحف تمثل الوثيقة المقابلة احد النباتات واسعة الانتشار في الكثير من الاوساط الحيوية المختلفة المغياثية ويرجع ذلك لبنية جهازه الاعاشي الممثل جزء منه في الوثيقة اكتب البيانات على الرسم العنصر واحد يبدو سميكا قدم تفسيرا لذلك واحد هذا سميكا حدد المنطقة الجغرافية التي ينتشر فيها هذا النبات مع التعليل تمرين لبعد نبات الصفير احد الانواع النباتية المزهرة التي تظهر في فصل الرابعة ليختفي جزءها الهواء شتاء بسبب الظروف القاسية ليعود من جديد للظهور بعد تحسين الظروف المناخية رابعا ما هي الالة التي يعتمد عليها هذا النبات للعودة في الرابعة عرف النبات الحولي عرف النبات المعمر في اي فئة من الفئات سابقة يمكن تصنيف نبات الصفير ما هي اشكال المقاومة الاخرى التي يمكن للنبات من خلالها مقاومة الظروف الغير المؤلائمة شوفوا الحلتة هذا التمرينين 69 و 70 البيانات عدنا واحد الساق اثنين الازهار ثلاثة الاشواك تكون الساق عند نبات التين الشوكي سميكة من اجل ان تخزين الماء داخلها للتكيف مع الاوساط الجافة ينتشر نبات تين الشوكي في المناطق الجافة لقدرته على مقاومة شح المياه في هذه المناطق عبر تحورات مجموعة الخذر المتمثلة في تحور الاوراق الى اشواك للتقليل مع مالية النتح وتحور ساقه الى ساق لحمية لتخزين المياه التمرين لبعده الالية التي اعتمد عليها هذا النبات للعودة في فصل الرابع هي الابصال المخزنة في التربة والتي تعطي نبات جديد بعد تحسن الظروف النبات الحولي هو النبات الذي يعيش لسنة واحدة او موسم زراع واحد النبات المعمر هو الذي يعيش اكثر من سنة يمكن تصنيف نبات الصافير ضمن النباتات المعمرة اشكال المقاومة الاخرى التي يمكن للنبات من خلالها مقاومة الظروف الغير الملائمة هي الجذور والدارانات والبراعم في الاخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا باعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصال اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا